موسيقى موسيقى بمبادرة من السيد ميلو جلو المموين حفلات ببلجيكا والسيد خالد صاحب مطعم فلادوغ بديل بيك أقام حفل عشاء عمل على شراف الفنان المغربي ميمون الوجدي استعدادا لتنظيم أمسية فنية كبرى بمشاركة ألمع نجوم المغاربة المقيمين ببلجيكا موسيقى الحفل يعتبر خيري وتضموني وأختير له شعار كلنا ميمون الوجدي وسيقام يوم الأربعة المقبل 10 أكتوبر 2018 بقاعة رويال بمولنبيك حيث سينطلق في تمام الساعة السابعة مساء الفكرة كيف جاءت والهدف منها في التصريح التالي للمنظمين الفكرة دي لهذا الحفل الإنساني والخيري يعني وشادي نقول الكلمة هو جمع جمعة للناس اللي كانت عندهم هذه الفكرة أنا كانت تصريبية شي فنانا وعود تصريبية استخالية ليتهو معروفة على سعيد البلج ومن تصريبية لقى الفكرة يعني فرصنا بجوج يعني قلنا وليه كل واحد باش يدير بوحدة تولا هم يدير مجموعين وباش يكون عندها واحد صداء أكتر والحمد لله بالخبرة المتوضة علي عدية تولا احنا غادين مع هذه الفنانا اللي كنتشو مرونة أنا بعد ما تلقيت الخبر باللي السيد ومريد ومحتاج المعاونات كسا سواء من قريب ولا من البعيد اتصلت بالفنانا واتصلت بالسيميلود اللي راح دايا اتصلت به الموهم من جمعنا الفكرة وتعاوننا ان شاء الله وإحنا غادي ان شاء الله نديروا هذه المبادرة ان شاء الله نعرى 10 ف 10 في 2018 نحاولوا ما أمكن نجمعوا طب الروعات من ناحية الناس اللي غادي عاوي يساعدونا والفنانا كاملين جايوا يعاونونا في سبيل الله وإحنا غادي معهم احتحنا في سبيل الله ونشمعوا هذه المبادرة ان شاء الله وتبرعات باش نصفتهم بلو باش يتعاون ويتدواء ان شاء الله وبخصوص عائدة الحفل ستسلم للفنان ميمون لوجدي لمساعدته على تكاليف العلاج الباهضة والتعبير له عن الروح التضامنية لمغاربة بلجيكا وأنه معهم في الشدة قبل الرخاء معظم الفنانين المشاركين في الحفل عبروا عن أسفهم الشديد للمرض الخبيث الذي أصاب زميلهم متمنين له الشفاء العاجل والعودة لأساته الصغيرة والكبيرة في أقرب وقت كان أعلن تضامن ديالي مع الفنان ميمون لوجدي وهذه الحفلة التضامنة اللي غادي تكون استدعونا لها سيمي ميلود و سي خليد غادي نكونوا ان شاء الله فيها كاملين فنانة كما داروا الفنانة في المغرب نحاول ما أمكن أن نقدموا يد المساعدة للفنانين اللي يعطوا الأغنية المغربية كالفنان ميمون لوجدي تضامنا مع الفنان القادير الكبير ميمون لوجدي فنتمنى باش يكون ان شاء الله حضور مساندة له كنتمنى له الشفاء العاجل ان شاء الله ونتمنىه باش نكونوا احنا سابب في شفاء دياله ان شاء الله كيحصل الشرف اليوم السيمي ميلود عيط ليه باش نشارك فاد المشاركة اللي كتخص بالفنان ميمون لوجدي وكانتمنى له الشفاء العاجل ان شاء الله بني الله وانا فرحان بالحضور ديالي مع المجموعة ديال الفنانين كنعلن المشاركة ديالي في السهراء اللي عندي له الفنان الكبير ميمون لوجدي تصل بيا السيمي ميلود و سي خليد باش نكون حضر معهم ومشارك معهم فاد السهراء وان شاء الله لا يفقرع سافي بليزير نتواجد فات الحفل الكبير اللي غادي يتقام في بروكسل الحفل اللي غادي يكون هو حفل على ميمون لوجدي ما تشاهد صار يحضر فيها الناس بكتفة نشتعجبين المبادرية يتصر مزيد تصلن باش نعاون الاستد ميمون لوجدي ودقة عمل خيري نهارا ديس ميمون لوجدي في الشاب بودعتين يتشيك بودعتين يغنش نشين مار التومات ومار رخصا معاون واي واحد يوقع الشنحاش تتنعاون وانش احضاق ذي المبادرية وفاحها غادي تصلن تذيج الباديران تقيت على حسابه ما تنغل فنان الشاب ميمون لوجدي نتمنى صدار بالعالمين في الشفاق وتذيج الباديران انشاء الله ذي سطس الفنانة وذي سطس الليستار ذن أوروبا نتمنى انشاء الله تذيري الحضور نوم انشاء الله سوى التص مع امي ثذيج المعاونة تقيت واصدار بنتمنى انشاء الله يكمل كل شيء بخير انشاء الله